التخمر Fermentation ويطلق عليه أيضاً التنفس اللاهوائي يحدث هذا النوع من التنفس في الكائنات الحية اللاهوائية أي التي تنمو وتتكاثر بلا أكسوجين ومنها الكائنات بدائية النواة كالبكتيريا والفطريات هذا بالإضافة إلى وجود بعض خلايا الكائنات الحية مثل خلايا العضلات الهيكلية في جسم الإنسان وهذا يظهر بشكل واضح عند ممارسة التمارين الرياضية القوية وعندها تكون العضلات بحاجة إلى كمية أكبر من الأكسوجين لا تستطيع توفيرها عن طريق التنفس الخلوي فقط لذا تلجأ لهذا النوع من التنفس وهو التنفس اللاهوائي تحدث هذه العملية في السيتوبلازم فقط والهدف منها هو تجديد مخزون الخلية من جزيئات NAD أثناء إنتاج كمية قليلة من جزيئات ATP حتى تم استكمال عملية التنفس أنواع التخمر يوجد منه نوعان وهما تخمر حمض اللاكتيك والتخمر الكحولي أولا تخمر حمض اللاكتيك يأخذ تخمر حمض اللاكتيك مسارا مماثلا للتنفس الهوائي حتى خطوة تشكيل البيروفيت هنا تعمل الإنزيمات على تحويل البيروفيت الناتج عن التحلل السكري إلى حمض اللاكتيك حيث تنتج العضلات الهيكلية حمض اللاكتيك عندما يعجز الجسم عن إمدادها بالأكسوجين الكافي ويظهر هذا واضحا عند ممارسة التمارين الرياضية الشاقة حيث يتجمع حمض اللاكتيك في الخلايا العضلية وتصاب العضلات بالإجهاد مما يسبب الشعور بالألم ثانيا التخمر الكحلي والذي يحدث في الخميرة وبعض أنواع البكتيريا حيث أتحول البيروفيت الناتج عن التحلل السكري إلى كحل إيفيلي وثاني أكسيد الكربون